موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لما كنا بالنادي نلعب في بطولة اسمها بطولة فجحان هلال المطيري فكانوا ينظمونها طبعا رحمة الله عليه ويغفر له إن شاء الله والبطولة هذه كانوا ينظمونها نادي القادسية طبعا اللعبين اللي بنادي القادسية هذي اللي ربعي الخلص يعني أنا كنت دائما إحنا يمكن أنا الوحيد فيهم عرباوي والباجي كلهم قد سوين اللي هما فالح فلاح عندك عبدالله أبو حمد مصطفى أبو حمد يونس يعني كل ذي اللي نقعد إحنا بمكان واحد فالوحيد أنا فيهم عرباوي ودائما كنت أداحرهم قبل المبارات أنا أوريكم وأنا فهم هم كانوا يتوعدون إن ما راح نخليك يعني أنت طبعا أنا ما كنت ألعب يعني يمكن الكل يعرف إن أنا كنت ألعب باك شمال بس أنا هذا مو مركزي أنا كنت ألعب باك شمال كنت مهاجم فوظيفتي أن أسجل أهداف ما كنت أدافع فلعبنا طبعا في البطولة بارين الكويت والغاتسية في وايد فرق كانوا مشاركين خيطان فالبطولة الأمانة كانت جدا جميلة وفيها تحدي وفيها ففي أثناء الامبارات عندنا واحد من الربع والغاتسية يلعب يسمونه يوسف البطل هذا يوسف البطل يلعب باك يمين وأنا ألعب ونك شمال فكان قايل لي ما راح أخليك راح أعورك أعورك ما في مجالي يعني أنت اليوم تطلع برا الملعب ما تكمل الامبارات قلت له ما عليه راح نشوف من اللي راح يقدر على الثاني ونلعب ونلعب يا إني طاير وماشاء الله متعافي يا إني طاير وخرت عنا بس حطيت الكرة بين ريولة وشاني طلع برا الخط وإحنا حطينا المهم ذا كل يوم فزنا عليهم هذا واحد كرتين من طرف نفسه يوسف البطل أنا معدي منه يعني أوه تنرفز للأمانة تنرفز وتغافلني يومها أكلت منه طاقة يعني فقرطني برا الخط عقوبها ما تشيت الامبارات ما قدر تكمل أمانة يعني طاقتها كانت شايدة فالمهم خلاصنا وإحنا فايزين البطولة هذه اللعبنا بعدين مع الكويت هذه أول بطولة ينظمونها ناخذها إحنا من فجحان هلال المطيرين الأمانة فهذا شي جدا كان حلو وكان فيه دايما في هالأثناء صار عندي مشكلة بالنادي العربي زعلت مع النادي العربي فاللي صار شنو كان علينا بالصيف الصيف دايما نشوون دورات صيفية يلعبون ربعي كلهم غدساوية شنروحوا يا ربعي اللي بالغادسية كان أيامها إبراهيم الراشد وهو مدرب الفريق رحت والتمرنت إياهم شنو يلعبوننا بدورة بنادي خيطان دورة رمضانية أول مرة ألبس فنيلة نادي الغادسية أي والعربي مشاركين هناك انصدموا وشافوني أنا لابس فنيلة الغادسية ولعبت بدل العربي وشنو أحط عليهم قولين باقي اليوم المهم انتهت للإمبارات يتلبيت طبعا الوالد الله يرحمه ماله بالكرة الوالد الشغله كله حداق بس يبي سمج شي تقول له كرة ماله شغل اللي كان دايما وهو اللي يمتابعني وهو اللي يشجعني وهو اللي يرفع معنوياتي طبعا نسيبي أبو حمد زين وهم ربيني من أنا صغير فهذا عرباوي كان نحن ببيتنا وين بشرق مثلا امبارات عرب القادسية وين ثنوة تشويخ ثنوة تشويخ وين بالجامعة هناك الحين حاليا هذي يسمونها ثنوة تشويخ في ملعب هناك صدق كان يحطني على القاري من شرق ليه ثنوة تشويخ راكبين قاري رايحين لامبارات شنو وياننا شفت المطارة هذه القربال اللي يحطون فيها ماء هذه وياننا فالمطارة هذه يحطونها عشان ونحن نمشي يضرب يضربها الهواء شوي الماء يبرد نشرب من المطارة هذه صدق تسوى الرايحين ان احنا من شرق ليه ثنوة تشويخ ورادين بالقاري ورايحين بالقاري عشان نشوفهم بارات فيعني ايام جدا جميلة كانت فالأمانة هذا قال لي بعد ما درني انا راح في الغدسية شاني ااخذ غراضي قال لي تطلع من البيت الحين قلت له كان الوالد الله يرحمه ما يدري عن شي بس نسيبي الله يرحمه وهو اللي قال لي تطلع الان من البيت اذا ما ترد النادي قلت له خلاص مو مشكلة خلق غراضي وهذا يوم الثاني رديت النادي تمرنت في العربي هادي هنيت شاني وقعوني العربي عشان بعد ما في مجال اني اروح لا مني ولا منك هذي شغلة دايما ايه موجودة في بالي بس بالأمانة انا كنت مستمتع مع ربعي اللي كانوا في الغدسية فشي حلو كان بس بعدين صار في تحدي بيناتنا لان انا بالعربي هما بالغدسية في دايما كان في شد بيناتنا بعدين راح انتقلنا من المرحلة هذه لمرحلة تحت عشرين سنة طبعا هني تغير الوضع شوي لعبت شوي بعدين صار في عندنا نقص بالدفاع اللي اهمى رجعوني من من ونك شمال الى باك شمال وضع جديد علي ما انا عارف شنو الوضع شلون تسكر انت متعود تروح تسجل الاهداف مو متعود انك تصد الاهداف فوضع كان جدا غريب والمدرب كل يوم بالتمرين يحاول يعلمني شلون اوقف وين اتحرك شون اغطي فجدا الوضع كان صعب علي لين تعوت على الوضع فبديت عرفت الان انت تلعب خط الدفاع خط الدفاع ما يبيل انك تكون ناعم وتلعب بكورس خط الدفاع يبيل واحد ناشف ولازم تلعب بقوة تخلي اللاعب اللي جدامك يهابك من اول دقيقة ما تخلي يشيخ عليك لا تشيخ علي انت قبل لا يشيخ عليك فهذه الامور كان يعلمنا ياه المدرب الامانة مع الوقت يعني نمش شي هذا معاي والامانة يعني قدرت اتمركز تمام الى اني انا كنت مدافع بس ما كنت انزل كنت احب دايما اهجم واطلع عليه جدام بس تنقطع في نفس الوقت ارجع مرة ثانية فهذه الامور يعني في في شغلة في هالأثناء صارت لي اللي هي ان كنت انخرط في سلك الشرطة فقبل يعني انا لازم باتر خلاص ادشي الكلية في لعب الغادسية اسمها يحيى جابر هذي لعب باك وانا كنت لعب وينغ شمال كان باك وانا لعب وينغ شمال فكنا نتلاقع ولعبتنا على ملعب الشباب ملعب الشباب الشبك قريب من الخط فوانا وانا كنت لعب يعني وينغ كنت شوية جامد بعد نفس الشي الكرة بيني وبينها رحت دازة وين على الشبك الشبك فيه بوز طالع شوية من الشبك اللي تشوفها على الخط السري نفسه هذا كان فيه لبوز طالع اجرحها من هنا شقيدة فصار دم وطلع لفيدة وهذا خلاها بقلبة لي لين دشيت الكلية ناطرني المهم شان يصيدني صادني عند الكلية كشيت خلاني اروح المهجع شانيني بالمهجع قال لي تعال وياخذ اغراضي وينثر اغراضي كلها على الارض ويتشر اغراضي وانا قاعد اللق طبع الاغراض زي انه واقف الحين خلاص ويقعد ما خلى كلمة ما قالها لي وانا ساكت متحمل عندنا لاعب اسمه عدنان عبدالله كان يلعب ويانا بالنادي كان موجود بدفعة يحيى جابر شان يحق يحيى جابر قال لي شوف انشفتك قربت صوبة مرة ثانية ما رح تلوم الا نفسك فهني يحيى جابر طبعا شوية خف علي الضغط اول يوم انت ياي انت مدني داش سلك العسكر وتشوف هذه امور جدا غريبة عليك فالعموم الامور كانت عدت مثل ما تقول وبعدين يحيى جابر صار صاحبي وصرنا يعني ربع اكثر من ما تتسوى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة